اهلا بك في كودينج في اي قبل البعطاء في الفيديو ده او تنزل تهجمني في الكومنتز اسمع الفيديو ده للنهاية عشان تفهم الموضوع كله واذا حابب ان انت تتناقش بعاه في اي نقطة هتتذكر في الفيديو ده ممكن ان انت تكتبها لي وانا ارد عليك وما فيش اي مشكلة هتحصل بإذن الله في الفيديو ده هنقش معاك شوية حاجات كتيرة جدا موجودة في المجتمع العربي في البرمجة من اول المدربين لغاية الشباب اللي بتتعلم او تدرس برمجة وصدقني الفيديو ده هيكون مفيد جدا جدا بالنسبالك وهتطلع منه ان شاء الله باقصى استفادة وممكن كمان تغير فكرتك او وجهة نظرك عن شوية حاجات كتيرة جدا متعلقة بالمجال بتاعنا ومبنية عندنا فقولنا للأسف الشديد مش اطول عليك اكتر من كده اعمل لايك للفيديو ده وسابسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك شعور بكل فيديو جديد وخلينا ندخل في موضوع الحلقة من كم يوم عملنا فيديو عندنا في القناة كنا بنتكلم فيه عن الموضوع اللي حصل بين باش مهندس محمد ابوهدهود وباش مهندس اسلام كودزيلا لما كنتش تفرجت على الفيديو ده فانا هلخص لك اللي حصل بفعجالة عشان ندخل في موضوع الفيديو ده على طول لان الفيديوين يعتبر مرتبطين ببعض في البداية باش مهندس محمد ابوهدهود كلنا عارفين انه راجل محترم جدا واستاذ كبير جدا في المجال انه يؤسسك C++ الحرفية من تحت الصفر بيبدع معك شوية مفاهيم وحاجات ملهاش علاقة بالبرمجة قوي حاجات في الهاردوير والكمبيوتر عشان تبقى داخل المجال وانت فاهم مش حافظ بس الأكواد او يدخل معك في الأكواد على طول تمام تمام باش مهندس اسلام كودزيلا عنده برد الكورس بيعلم فيه اساسيات البرمجة باستخدام بايتون وعنده منهجياته الخاصة والفئة اللي بيقدم لها الكورس ده على حد كلامه انها للمبتدئين تماما من تحت الصفر وكمان يصلح يكون للأطفال انا مش بقلل منه هو الكورس فعلا موجه لحاجة زي كده لانه بيبدأ معك من سكراتش وبعد كده بيدخل معك في لغة بايثون ويعدي على أساسيات البرمجة وهكذا اللي حصل بقى ان باش مهندس محمد ابو هتهود وباش مهندس اسلام كل واحد فيهم مقتنع برأيه ان ده C++ هي اللي انفع ان انت تبدأ بيها عشان تبقى أساسك قوي وتقدر ان انت تتعلم اي مجال وتتعلم اي لغة وما تتواجهكش اي مشكلة او اي صعوبة في الموضوع ده فكان طلعت باش مهندس محمد ابو هتهود في اكتر من مناسبة واكتر من لقاء قال الوجهة نظر دي وطرح الموضوع مؤخرا كان عمل برضو فيديو انه هو بيشرح الموضوع كده بيدي امثلة عملية بيفهمك فيها ازاي ان انت لما تتعلم بC++ هتلاقي نفسك متأسس قوي بعد كده لما تدخل اي لغة زي بايثون مثلا او C sharp هتقدر ان انت تحترفها وتستخدم كل الفيتشرز اللي موجودة فيها اللي بتسهل عليه كتابة الكود وكل الكلام الجميل ده فاللي هاصل بقى الجدال اللي كان داير ان الباشمونس اسلام عمل فيديو بيقول ان C++ مش مفتاح الجنة والكلام ده كله شرحنا وتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات ومش عايز ان انا اعيد في الكلام او اطول الفيديو ده اغرضه حاجة واحدة بس ان انا جاي حاول ان انا اوضحي الخلاف اللي موجود ده وهاعرض وجهة النظر التانية او الوجهة النظر اللي موجودة فالنص بين الوجهتين نظر دول هي مش وجهة نظر انا بس عشان بس ما لاقيش حد في الكومنتس بيقول لي وانت مين في الناس دي عشان تتكلموا الكلام ده طيب كل التعليقات اللي كانت جات لي على الفيديو اللي فات كانت مقسومة نصين النص الاولاني متعصب جدا لC++ ومنهي جاية بش مهندس محمد ابو دهود والنص التاني متعصب لبيتون وشايف ان هي تقدر ان انت تبدأ بيها وتبدأ فيها كمان وما فيش اي مشكلة في الكلام ده طيب جميل جد اللي انا عايز اقوله بقى ان انت ليه متحيز لموضوع معين او وجهة نظر معينة من الموضوع ده انت بالنسبة لك كطالب او كواحد بيدرس برمجة الموضوع ده في صالحك انت اصلا ده بيديك option ان انت تقدر تدخل المجال من انهي ناحية من ناحية C++ او من ناحية بايتون وتشوف هتقدر ان انت تستمر فيه وهتلاقي نفسك قابل الموضوع ده ولا لا طيب انا ما لقيتش نفسي مثلا قابل C++ وشايفها صعبة جدا ومعقدة والكلام ده هروح اشوف بايتون مفيش اي مشكلة ومش شرط من عند اسلام كوتزيلة مثلا عندك بش مهندس اسامة زيرو عنده كرس جميل جدا في بايتون وعندك اكاديمية فري كوت كامب عندها كرس جميل جدا جدا بلغة بايتون اتعلمهم واخد نظر عنهم ومفيش اي مشكلة خالص لو انت مثلا كنت العكس مش حابب بايتون او دخلت بايتون ولقيتها سهلة فعلا ومش بتعلمك اساسيات البرمجة زي ما الناس بتقول ابدأ ان انت تعلم C++ في الاول والاخر انت بتتعلم اساسيات برمجة ما بتتعلمش اللغة نفسها يعني انت الغرض اصلا من الكرس اللي انت بتتعلمه ان انت تتعلم الاساسيات وتبقى مبرمج مش متعلم لغة البرمجة لغات البرمجة كلها ادوات في شنطة المبرمج او في شنطة العدة بتاعت المبرمج انا معايا ادوات بتساعدني في شغلي منها لغات البرمجة فمش لازم ان احنا نكون نتعصبين لاي مبدأ او لغة برمجة معينة باش مهندس محمد ابوهدهود انسان محترم جدا وفعلا خارطة الطريق بتاعته مميزة جدا عن غيرها واللي يدخل معاها في المقارنة المصور بتاع باش مهندس اسامة زيرو اذلك انا حطت باش مهندس اسامة زيرو معا باش مهندس محمد ابوهدهود في الثامنيل او صورة المصاربة بتاعت الفيديو دول ان انت تقدر ان انت تقارن مثلا المنهجية دي بالمنهجية دي لان الاتنين بيشرحوا بسي بلاس بلاس والاتنين معاك من الصفر وميأسسينه وكده باش مهندس اسلام والكورس بتاعه بيخاطب فئة معينة على كلامه هو انها للمبتدئين تماما وكمان الكورس يصلح للاطفال انا ما بقللش منه وبقلش ان الكورس ما يصلحش غير للاطفال لا هو ينفع للاطفال وللكبار وده كلامه هو مش كلامنا لانه بيبدأ معاك بلغة سكراتش من غير كود وبيعلمك المفاهيم البرمغية بسكراتش بحيث ان انت تعمل drag and drop والكلام ده عشان تدخل المجال خطوة بخطوة اما باش مهندس محمد ابوهدهود فهو هتطلق خريطة طريق مكونة من 24 كورس بتعدي فيهم على سي بلاس بلاس لما تزهق منها بالproblem solving واسئلة وامتحانات وكمان بتعدي على SQL Server او قواعد البيانات عموما بلغة SQL Server وكمان بياخدك من بعد C++ بيشرح لك C Sharp وتحترف C Sharp كمان يعني هو بيأسسك اصلا بC++ وبيمر معاك على C Sharp والفئة اللي بيستهدفها باش مهندس محمد ابوهد هم الناس اللي عندها طولة بال في التعلم وعايزين يبقوا حاجة جامدة مش ناس عايزة تشتغل على طول تشتغل بسرعة وكمان باش مهندس اسامة الزيرو عنده نفس خريطة الطريق او نفس المصار اختلاف الحاجات اللي موجودة في الكورس نفسه بس المحتوى نفسه بتاع الكورس هيكون واحد لانه هو يشرح لك المفاهيم البرمجية بC++ وهيأسسك عليها بالوقت احنا عندنا مش مهندس محمد ابوهد يعتبر مخلص خريطة الطريق بتاعته تقريبا هو عنده 23 كورس من 24 يعني خلص يعتبر خلص اما مش مهندس اسامة الزيرو فهو لسه بادئ الكورس بتاعه او المصار بتاعه من سنة ونزل فيها تقريبا 3 كورسات اللي هو كورس الاساسيات وبعدين سلاسل البروبلم سولفينج عنده وبعد كده بياخدك في حاجة اسمها implement functions وبيعملك functions جاهزة بيعرفك الحاجات اللي موجودة في اللغة جاهزة تقدر ان انت تعملها ازاي وتعتمد عليها ودي حاجة جميلة جدا بتساعدك في التأسيس فانت دلوقتي تقدر انت تختار اي مصار بين التلاتة من غير ما يبقى عندك تعصب او تحيز لاي حد فينهم لقيت نفسك مش جاي على فكرة باش مهندس محمد او هدود وعايز حاجة سريعة روح لباش مهندس اسلام كودزيلة عايز تمشي مع باش مهندس اسلام الزيرو مثلا وتستنى للفترة اللي هينزل فيها كامل المصار او المصار كله يعني اشتغل معاه مفيش اي مشكلة في النهاية انت الكسبان كل اللي بيحصل ده اللي غرض منه ان انت تطلع مبرمج مش ان انت تتشتت بين التلات مصادر وتقعد بقى في الكومنتات تتخاني على مين افضل ومن احسن ومن عمل ومن سوى الكلام ده كله بيجي عليك انت بس بخسارة فصدقني الموضوع كله في الاول والاخر عشان انت تبقى مبرمج استغل الموضوع ده وخليك انت مبرمج ذاكر مع نفسك في كل اللي انت تعلمته انا ما عنديش مشكلة انا دلوقتي لو هرجع ان انا تعلم برمجة من جديد انا ما عنديش مشكلة ان انا بدأ اتعلم من التلات اشخاص اللي انا قلتلك عليهم دول او من الاربعة هو تعد المصادر في بعض الاحيان بيكون وحش بس لو انت هتستغله صح او هتفهمه انا دلوقتي مثلا بتعلم مفهوم الفونكشن ومش فاهم الفونكشن يعني باش مهندس محمد او هدهوت شرح للفونكشن ودني امثل عليها وطبقت معاه والكلام ده بس انا لسه عندي حتة كده مش فاهمها مفيش مشكلة لما تروح عند باش مهندس اسامة زير ومسلا تشوف الفونكشن بتعامل ازاي سيبك من لغة البرمجة نفسها يعني ما تحطش عائق ان لا اه ده بيشرح بسي بلاس بلاس انا ما بفهمش بسي بلاس بلاس انا دلوقتي شفت الشرح عند باش مهندس اسامة فهمت منه تمام طبقت معاه وجميل جدا ارجع اكمل مع باش مهندس محمد او هدهوت برضو مفيش اي مشكلة خالص في الموضوع ده طالما انت ماشي بالترتيب المعين بتاعك يعني انت ماشي مثلا بالمنهجية دي بس ماينفعش بقى ان انت تعمل العكس ان انت مثلا بتتعلم مع باش مهندس محمد او هدهوت عادي اه وصلت لحد الفونكشن ترجع عند باش مهندس اسامة زيلو تجيبها من السي اوت بقى او الهالو ويرلد والكلام ده من الاول لا ماينفعش طبعا زي ما قلتلك لو جزئية معينة انت مش فهمها دور عليها عند اي حد تاني سواء كانت باي لغة برمجة تاني والكلام ده على مسؤولية الشخصية وقدر ان انا نقشك فيه من هنا للصبح هتفهم وهتستوعب الموضوع مش مهم لغة البرمجة اهم حاجة ان انت تفهم الكونسبت او المفهوم نفسه فاعتقد ان انا طرحت وجهة نظري في الموضوع ومش عايزة اكون طولت عليك او ان انا بقول كلام مش مرتب لان هو الفيديو اصلا مش سكريبتي ده انا طالع اتكلم معاك عشان شفت حاجة كتيرة جدا في الفيديو الاولاني ده في الكومنتس معاجة بيتنيش ناس بتتخانق حرفيا على كل صغيرة وكبيرة يعني واحد يقول باش مهندس اسلام ده كذا كذا فالتاني يدخل يقول له لا ده انت اللي كذا كذا وبتأ هو ممكن ما توصلش للتطاول بس الفكرة كلها ان هو بيقول لك ايه انا متعصب للشخص ده يعني اي انا يا الشخص اللي بيتكلم عليه فلا يا شباب ما ينفعش كده زي ما قلت لك استفيد من الناس دي كلها مش عيب ان انت تستفيد من الناس دي كلها وتاخد المعلومة لنفسك وتطلع انت الكسبان في النهاية وبس كده اتمنى ان وجهة النظر تكون وصلت ولو حابب ان انت تعملين لايك للفيديو ده واشترك في القناة فده شي يسعيدني جدا 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 اشوفك في فيديوهات جاية سلام